انت فتحي ورحيله كبتاً هيأثر؟ لا ماشي أثر بشكل بيئ خلاص انت ما عندكش بطولات يا فاروق انت خدت النادي لقالي خلاص خد اللي هو عايزه او الكولر خد اللي هو عايزه من الحمد فتحي فبيدوله الفرصة ان هو يحترف بشكل كبير جداً خصوصاً انت بقبل مد كبير طبعاً انت النهاردة النادي لقال لا يستفاد والولاد يستفاد وبعدين ده تعود بالنفع على منتقه بمصر لكن انت النهاردة لا عندك البديل وعندك البديل الجيد عندك السلية عندك مراهنة عطية عندك ديان لكن انت خدت من حمد فتح اللي انت عايز تغيب فانت الفترة اللي جاي انت خلاص يعني الدوري كمان انت يعني خلصته من بدري انت ما بتفكرش الدوري بقى ما انت ما بتفكرش مع السنة الجاية هتبتدي تدعمات الفريق انت حاطت في دماغك اكيد النادي لقالي مش هماشي لعيب يا فاروق مش يعني الناس بتوعي انت الكلمة هيأثر او ما هيأسرش النادي لقالي اكيد قادرة او المدير الفني قادرة بظروف فرقته وعرفه هيعملية وتدعمات السنة الجاية بخصوص انه ماشي لعيبة او ما يمشيش لعيبة كبتا يمكن التجديدين خاص بياسر ورامي لا ياسر ورامي والعروض اللي ممكن تيجي لمحمد عبد المانا في التوقيت ده ممكن تكون بمبالغ كبيرة ممكن تكون اكتر كمان من حمد فتح التفكير ممكن يبقى موجود هنا لأحمد عبد المانا بالرحيل بص يا فروك انا نصيحتك يا محمود عبد الدقب لو محمد عبد المنعم بالمستوى اللي احنا شايفينه بالشكل ده انا نصيحت لي ان هو يحترف في اوروبا سيبك من المقابل المانا هو ما ينفعشل في اوروبا انا بقولك لان محمد عبد المنعم لعيب كواس جدا وهيفوك كل المدفعين الناس اللي بتقعد بيعمل المقارنة لا محمد عبد المنعم لعيب كواس جدا عنده ثقة في نفسه الحاجة التانية يعني بيخلص زاد زاد قوي زاد قوي وبعدين هو بيتعلم يا فروك على فكرة حاجة كويسة ان انت لما بتنقضه على فكرة فيه فيه اوقات كتير جدا لا انت بتنقضه عشان يتعاقل الاحسن لان انت شايف ان ده حرام ان انت عندك امكانات احسن من كده لو بطلتك والت العصبية وامكان هو بطلها بشكل كبير جدا بيركز بشكل كويس جدا بيقدر على فكرة هو صغير في السن لكن تحس انه فيه قائد انه هو بيتكلم بشكل كويس لكن محمد عمنام انا افضل الاحتراف الاوروبي لو جاله لو جاله عن اي دوق العربية لكن لو هيعترب لو هيعترب قرصة فروك ما انا بقولك لو هيمشي لو جاله القرار لو هيمشي للسعودية لا انا اتمنى ان بقاء له في النادل اهل اكتر السعودية ما انا ممكن تبقى الفلوس جيسة برضه ماشي معه انت بس انت عاوز تلتكي بمستواه وهياخد فلوس برضه ويلعب في بطولة اوروبا هيلعب مع يعني فرق قوي انا كنادي انا يعني انا جالي فلوس من مبلغ معين انا افكر في ان ما دي حزب الدعية اللعيب مستويع لا وما يعلاش انا جالي فلوس كويس وهو نفسه جاله فلوس كويس هو بقى اللي ممكن يقرر اه اوروبا او ما هي دي رقبة اللعيب لك انت بتدي نصيحة لان انت شاف ان محمد عمنام فعلا من احسن المدفعين وهيفوق بيعادي يعني محمد هيعدي كل المدفعين او كل السردبكات اللي لعبوا في الحتة دي لانه هتقف تحيس ان هو عنده ثقة ان هو لما بيطلع حتى لما سمعنا في فيديو مصرب لصوت في قط اللبس بقولك انا هجيب بون يعني ده تبين انه عندك قديه الثقة في نفسه فدي حاجة كويسة جدا حاجة التانية فروح في الجن بتاع الوداد ده بيتحركك انه راس حربة انت عارف يعني انا لما رجعنا للجن تاني ان انت بيتحرك تشوف تقوي اه طبع لازم اشوفها يعني العفريت اللي دخلها يعني طبع كلنا شوفنا الكورة الكورة عشان سريعة افرو على فكرة الكورة اللي هي بتبقى عاملة سكرولية اللي هي بتتلعب الكروس كمان من معلوم سريع وقوي وهو كمان اتحرك بسرعة في فمرة واحدة لقيتها في الجون لا خلق ملك يعني هي 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 في الوقت الجون في الوقت ده قاتل يعني كلمك بصراحة لا التحرك تحرك انت كنت راس حربة في الحاجات دي ان انت بتختف افرو إن كان محمد عبد مينيوم خطفها بشكل كويس جداً، بس كلنا شفناها يعني... بس كلنا شفناها يعني... لا احنا كلنا شفناها من جميع الزوايا يعني ما كانش مخفية ما تقلقش. فايل